خطط فنفذ فوضع المصريون العشوائيات واحدة من أكبر المشكلات التي عانت منها مصر لسنوات طوال تختفي حاليا شيئا فشيء لم يكن أحد يتخيل أن تتحول العشوائيات والمناطق غير الآمنة إلى مناطق سكنية راقية يتمنى الكثيرون أن ينالوا وحدة سكنية بها ولكن تحول الخيال إلى واقع بعد قيام الدولة المصرية بوضع ملف تطوير العشوائيات ضمن أولوياتها على مدار السنوات الأربع الأخيرة وضعت الدولة خطة لتطوير هذه المناطق وكذلك الأسواق التجارية وتم رصد نحو 400 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية نهاية العام الجاري 2020 موعد القضاء بشكل نهائي على جميع العشوائيات والمناطق غير الآمنة وفق الخطة التي وضعتها الدولة حيث تم الانتهاء من تطوير 289 منطقة وتسعة وخمسين منطقة أخرى تحت التنفيذ من أصل 357 منطقة وذلك ببناء أكثر من 214 ألف وحدة سكنية بخلاف 26500 شقة من مشروع أهلين 2 وبشاير الخير 3 وخمسة أما المناطق التي ما زالت تحت التنفيذ فتضم أكثر من 48 ألف وحدة سكنية معركة تلو الأخرى تخوضها الإدارة المصرية للنهود بالبلد الذي عانى عشوائية على مستويات عدة لعقود عازمة على تحويل كل الآمال المؤجلة إلى حقائق